وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك خلال الجلسة وافق المجلس أيضا على منحة الإنفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي لمشروع حياة كريمة جديد لمجلس النواب استأنف خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بإحالة 24 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد بها من توصيات جدول أعمال الجلسة تضمن الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب في الموضوع ذاته يهدف هذا المشروع إلى حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على مصالحهم وتوفير السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة وقد جاء هذا المشروع نظرا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الاستراتيجية وإخفاءها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعا غير مبرر إن مشروع القانون المقدم أمام المجلس المؤقر هو مشروع قانون جيد في وقته لأننا في حاجة ومتوافق مع المادة 27 من الدستور نحن في حاجة لمنع الممارسات الاحتكارية منع حبس السلع الاستراتيجية وأعتقد أن مشروع القانون الحالي في تعديلاته في المادة يحقق رضع العام والخاص عاقب ذلك تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعية واستبداله بالسوفر كما وفق المجلس على تقرير عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية تلا ذلك الموافقة على تقرير عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلية الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر الحقيقة مبادرة حياة كريمة كانت من أكثر المبادرات الإنسانية انتشلت أهل الكرة من التهميش إلى اللي هما فاكرينهم حطينهم في أولى الأولويات حتش يقدر ينكر الفضل اللي قامت به مبادرة حياة كريمة في التخلص قدر ما من الفقر متعدد الأغراض أتمنى أن يتم تحصيص جزء كبير من هذه المنحة للصحة صحة أهل الكرة بيسفروا مسافات طويلة جداً عشان ياخدوا رعاية صحية وهكذا يواصل مجلس نواب دوره التشريعي لإقرار مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة وخدمة المواطن في كافة المجالات اشتركوا في القناة